الداخلية وأجهزتها في مواجهة الفوضى المحتمل في عدن بيان هو الأول من نوعه تصدره وزارة الداخلية تضمن موقفها الرافض للتصعيد المحتمل الذي دعا إليه من أسمته الوزارة مجلس عيدروس الزبيدي ابتداء من الثامن والعشرين من الشهر الجاري الداخلية قررت في بيانها منع المجاميع المسلحة من دخول العاصمة المؤقتة عدن ومنع أي تجمعات أو اتصامات أو مسيرات في العاصمة المؤقتة واعتبار تلك الأعمال في هذه المرحلة أعمالا تستهدف السكينة والاستقرار الوزارة أوضحت أن أجهزتها المختصة وبالتنسيق مع قوات التحالف العربي ستقوم بواجبها ودورها في حفظ الأمن والسكينة العامة وممتلكات العامة والخاصة وتحمل في الوقت نفسه المخالفين لقراراتها المسئولية الكاملة عما يترتب على أعمالهم من نتائج بيان الداخلية حذر من استغلال الخلايا النائمة والجماعات الإرهابية كالقاعدة والحوثيين لهذه التحركات التي وصفتها بالفوضوية للانقضاض على أمن واستقرار وسكينة عدن وعلى المستوى الميدان أصدرت العملية المشتراكة الرئيسية توجيهات صارمة لكافة الوحدات العسكرية المتواجدة في عدن برفع درجة الاستعداد القتالي الكامل والبقاء في جاهزية تامة لمواجهة أي احتمالات وفي إطار حماية العاصمة السياسية المؤقتة عدن من الفوضى والتخريب تترقب مدينة عدن حلول يوم الأحد الذي أعلنه ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي موعدا لبدء حالة الطوارئ والتصعيد ضد الحكومة والمطالبة بإسقاطها وطردها من عدن دعوة دفعت بالكتلة الأكبر في قوام المقاومة الجنوبية وعبر بيان وقعه 73 من قياديها إلى رفض هذه الدعوات واعتبارها تمردا من فئة لا صلاحية لها قانونا لأن تعلن حالة طوارئ إلى جانب دعوات التهديئة والتحذير التي صادرت من شخصية جنوبية كبيرة يتقدمها الرئيس الأسباق علي ناصر محمد التصعيد المحتمل في عدن يراه المراقبون وجها آخر لانقلاب الحوثيين في صنعاء وهو أمر من وجهة نظرهم يضع التحالف العربي في المقام الأول أمام اختبار صعب لمصداقيته ومدى التزامه بالأهداف المعلنة لتدخله العسكري في اليمن اشتركوا في القناة